أهلا بكم من جديد فد مرسلنا في إدلب بمقتل 12 عنصرا من قوات النظام داخل مدينة معرة النعمان خلال عمليات نفسها مقاتلون من فصائل المعارضة داخل أحياء المدينة وأعلنت قوات النظام إحكامها السيطرة على المدينة الواقع جنوب شرقي محافظة إدلب بدعم روسي وإيراني وذلك بعد شباكات عنيفة بينها وبين الفصائل المقاتلة وخلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت قوات النظام بدعم جوي روسي من السيطرة على خمس عشرة منطقة سكنية جنوب شرقي إدلب بعد حصار استمر طويلا أعلن النظام السوري سيطرته الكاملة على أكبر مناطق إدلب معرة النعمان المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة منذ 2012 لم تكن معركة السيطرة على المدينة سهلة فقد استعمل النظام طائرات حليفه الروسي كما استفاد من إسناد ميليشيات حليفه الإيراني دعم مكنه بالإضافة إلى السيطرة على معارض النعمان من دخول خمس عشرة منطقة سكنية جنوب شرقي إدلب خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية معارض النعمان بدت خالية لم يبق فيها سوى جدران عليها شعارات وشبان يواجهون ترسانة النظام وحلفائه بأسلحة بسيطة وتعد معارض النعمان مدينة استراتيجية إذ يمر بها الطريق الدولي الذي يربط حلب وإدلب بمحافظات حماه وحمص ودمشق كما تبعد عن مركز محافظة إدلب أربعين كيلو مترا فقط السيطرة على معارض النعمان تضاف إلى رصيد النظام في السيطرة على مناطق أخرى في ريف محافظة إدلب الجنوبي أبرزها بلدة خانشيخون الواقعة أيضا على الطريق الدولي التكلفة البشرية كانت كذلك باهظة فقد اضطر ثلاثمائة ألف مدنيا إلى مغادرة المدينة منذ بدأ النظام وروسيا بقصفها في نوفمبر الماضي يضاف هذا إلى مقتل أكثر من ألف وخمسمائة مدنيا ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية منذ سبتمبر أيلول 2018 دخول قوات النظام إلى معارض النعمان اضطر نحو ثلاثمائة ألف مدنيا كانوا يعيشون فيها إلى مغادرتها والتوجه في موجة نزوح كبيرة نحو الحدود التركية وكانت معارض النعمان التي تعد من أكبر مناطق إدلب خادعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية منذ أكتوبر تشرين الأول من عام 2012 باتت هذه الخيمة مستقر أم أحمد الدائم بعد وصولها إليها قبل عدة أشهر خرجت من معارض النعمان نازحة جراء القصف المكثف على المدينة لكنها اليوم باتت مهجرة وأمل العودة بات معدوما لسيما بعد سيطرة قوات النظام على مدينتها الله طلعنا من بلادنا طلعنا تحت القصف والضرب الوكيل الله وما طلعنا معنا غراض طلعنا حفيانين شاهد الله علي طلعنا حفيانين والقصف والضرب وعاما نطلع نرجع ما قدرنا نرجع بطول ضيعتنا راحت سيطرة النظام على معارة النعمان أكبر مدن الشمال السوري جاء بعد طوق مفتوح فرضته على المدينة تله هجوما من خمسة محاور بعد أن سيطرت على كامل الريف الشرقي للمدينة خضعت معارة النعمان لسيطرات المعارضة منذ أكتوبر 21 عام 2012 واضطر نحو 300 ألف مدنيا كانوا يعيشون في المدينة إلى مغادرتها بعد بدء نظام قصفها منذ نوفمبر 22 العام الماضي وفي إطار تمدد رقعة القصف الجوي باتت المنطقة الفاصلة بين مدينتي إدلب ومعارة النعمان شبه خالية من سكانها والتي يبلغ طولها قرابة 30 كيلو مترا وبذلك تكون المعارضة قد خسرت مدينة استراتيجية كونها تتوسط الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب ويمر عبر محافظة إدلب عمليات قوات النظام ومحاولات التمدد مستمرة إذ بدأت هذه القوات بشن هجمات تجاه مناطق جديدة في ريف إدلب الشرقي بعد أن وصلت إلى بلدة خان السبل شمال معارة النعمان وتدل المؤشرات أن وجهة النظام المقبلة ستكون تجاه مدينة سراقب وبلدات أخرى في جبل الزاوية التي يبدو أن وضع قوات المعارضة فيها أصبح صعبا بسبب القوة التدميرية للطيران الحربي الروسي والسوري تأتي عمليات نظام الأسد العسكرية مخالفة لكل الدعوات الدولية للتهدئة عمليات مكثفة جعلت فصائل المعارضة غير قادرة على التصدي لتلك العمليات التي تسببت بموجة نزوح قد تكون هي الأكبر على مدى العصور خالد إدلب العربي ريف إدلب الجنوبي من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يبقى شيء اسمه مسار أستانا مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت موسكو أن صبرها بدأ ينفد بشأن استمرار القصف على إدلب وطالب أردوغان روسيا وإيران بإحياء مسار أستانا مجددا ونظر فيما يمكن فعله وعشر إلى أن روسيا لم تلتزم باتفاقي سوتي وأستانا وإلى أن تركيا لن تلتزم بهذين الاتفاقيين إلا في حال التزمت روسيا بهما معنى من أسطنبول الدكتور برهان كوروغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون دكتور كوروغلو متى سوف ينتهي صبر الرئيس رجب طيب أردوغان وقوات الأسد تسيطر على المدن السورية واحدات وأخرى يعني طبعا تعرفون أن هذه الاتفاقات أستانا كانت تنص على تشكيل هذه النقطة حفظ التوتر بين الأطراف ولكن مثل ما قال أردوغان روسيا وإيران وتبعا النظام لم يلتزموا بذلك تركيا خلال هذه المرحلة طبعا قام بعملية نبع الفرات نبع السلام وقبل هذه الفرات لتفتح مناطق طبعا ضد الإرهاب في المنطقة ولكن الآن يبدو أن هذه التصريحات الأخيرة لأردوغان تنص أو تشير إلى أن إذا ما استمر النظام بدعم روسي يمكن تركيا تتحرك لأن هذه المهاجرين وصلوا إلى الحدود تتحرك بأي شكل سيد دكتور أغلو ماذا يمكن أن تفعل تركيا؟ أولا طبعا تركيا تحاول أن ترجع روسيا وإيران إلى الطاولة من جديد ولكن إذا لم يعملوا ذلك وخاصة الآن هناك النقاط المراقبة التركية تحت التهديد ويمكن في أي لحظة إذا ما صار هناك أي هجوم على هذه النقاط المراقبة التركية يمكن أن ترد على النظام هذا الذي فهمت من كلام دكتور أغلو يعني الرد التركي المتوقع فقط إذا تعرضت النقاط التركية لأي هجوم أما أن يتم تدمير المدن السورية وتهجير أهلها فهذا مما لا يهم تركيا كثيرا؟ هكذا نفهم؟ لا لا طبعا أصلا هذه النقاط داخل هذه المدن ليس هي خارجها فيعني مع هذه خاصة بعد سكوت معارضة النعمان طبعا ستكون هناك مواجهة يعني أعتقد لا مسار للنظام إلا أن يتعرض لهذه النقاط المراقبة التركية ولذلك أعتقد تركيا يعني أعطى يعني اتصال أخير بينه وبين بوتين طبعا هو لم يعني يفسر كل التفاصيل ولكن قال قال لبوتين إذا لم استمريتم بعدم الالتزام يمكن تركيا كذلك يعني تلغي التركي سنقوم بما يلزم يقول الرئيس أندقان سنقوم بما يلزم ماذا يشمل مثلا تزويد مقاتلي المعارضة السورية بأسلحة نوعية؟ يعني أصلا كلها مطروحة لأنه هناك الطرف الآخر الآن روسيا تقصف بطائراتها والنظام كذلك يعني ترسل هذه القنابل برميل ما زال موجودة يرسل إلى ويقلل الناس وطبعا أصبع هناك عدد كبير من المهاجرين يمكن تركيا كذلك تطالب من أوروبا أن يتدخل في هذا الأمر إلا فتركيا طبعا ستفتح أبوابها إلى أوروبا أمام المهاجرين ولكن من طرف تركيا أعتقد يعني لما قال أردوغان انتهى صبرنا مثل ما قال قبل مثلا لما أمريكان لما صار الهجوم على أفريين وعلى كذلك على تل يبيض الآن تركيا يمكن أن كذلك قواتها موجودة على الحدود يمكن أن تهاجم على كوات النظام الذين يعني يقومون المجازر الإنسانية وأنا أظن أنه هذا يعني وقت قرب جدا للتدخل التركي إذا لم يتم هناك اتفاقية والتزام بها خلال هذه الأيام القليلة القادمة يمكن خلال أقل من خمسة أيام سيكون هناك تحرك تركي إذا روسيا لم تقبل هذا الطرح التركي الجديد للالتزام بالأسطنى شكرا جزيلا دكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون شكرا جزيلا دكتور برهان كور أغلو 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 اشتركوا في القناة